كل يوم الأحداث بتزداد في التطور داخل قطاع غزة مع استمرار جيش الاحتلال في ارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين والمرضى خصوصاً للمبارح جيش الاحتلال قام بإخلاء مجمع شفاء الطبي من المصابين والأطقم الطبية والنازحين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية للأسف مستشفى الشفاء أصلاً كانت بتعاني من وضع كارثي للغاية نتيجة الحصار المفروض عليها منذ أكثر من 40 يوم نقص للوقود والدواء وكثرة حالات الجرحة والإصابات المختلفة اللي متواجدة بسبب القصف المتواصل لدرجة أن كل المرضى بالعناية المركزة عددهم حوالي 54 مريض استشهدوا بسبب الحصار وقطع الإمدادات الطبية والوقود استكمل جيش الاحتلال جريم تنبارح بمنح كل الموجودين في المستشفى ساعة واحدة فقط للإخلاء الكامل تحت ذريعة أنه تحت المستشفى يتواجد مقر لقيادة حمس طبعا كل الحجج اللي بتقولها إسرائيل إما حجج كاذبة أو مبنية على معلومات فشلة من استخبارات دولة الاحتلال اللي شفنا مع بعض قبل كده فشلها في أنها تتوقع هجوم طفان الأقصى وفشلت كمال أنها تعرف أماكن المحتجزين لدرجة أن قوات الاحتلال يوم الأربع اللي فات اقتحمت مستشفى الشفى وقتلت مرضى وفتشت في كل مكان في المستشفى وقالت أن عندها معلومات استخباراتية بوجود محتجزين داخل المستشفى لكن ما رقيتش أي محتجزين ولا لقيت دليل على كلامها أن كان موجود في المستشفى أي محتجزين ولا شافتهم ولا قدمت أي دليل على وجود أنفاء داخل المستشفى يمكن علشان تغطي على فشلها قررت أنها تخلي المستشفى بشكل كامل لحفظ دماء وجهها ودمر رأي العام عايز أقول لحضراتكم أن مجمع الشفاء الطبي بيمثل حوالي 25% من القطاع الطبي في غزة بيضم ثلاث مستشفيات وبيعالج ألاف المرضى بطريقة تفوق طاقته الاستعابية اللي بتبلغ حوالي 700 سرير مستشفى الشفاء انشئت عام 1946 يعني عمرها أكبر من عمر دولة إسرائيل قبل إنشاء إسرائيل بسنتين كان فيه أعداد ضخمة جدا من النازحين اللي تهدمت بيوتهم نتيجة القصف المستمر من قوات الاحتلال داخل مستشفى دار الشفاء مبارح ما كانش بس في جريمة إخلاء المستشفى كان فيه جريمة أبشع وهي قصف مدرسة تل الزعتر ومدرسة الفخورة شمال قطاع غزة وكان متواجد فيها مئات المدنيين النازحين من شمال غزة ومهجرين قصريا ومع ذلك تم استهدافهم في مجزرة جماعية وجريمة حرب جديدة ضد الفلسطينيين مش جديدة أبدا على قوات الاحتلال لو رجعنا بالذكرة شفنا مع بعض أو يعني أهلينا كانوا بيحكولنا عن إن برضو إسرائيل عملت كده قبل كده سواء في مصنع أبو زعبل أو في مدرسة بحر البخر يعني مهج جديدة عليها أبدا لا استهداف المدارس ولا استهداف المدنيين احنا مستمرين مع حضراتكم في تقطية كل التطورات اللي بتحصل في غزة مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر